كريمة من المغرب تريد نصيحة تقول يعني هناك كثير من الرسائل تأتينا في الواتس أب وسائل التواصل الاجتماعي يقولون أرسلوها و إذا لم ترسلوها سيحصل لكم كذا و كذا كريمة بارك الله فيك يعني الجواب لك و لكل من يشاهدني على الناس أن يتقوا الله و أن يخافوا الله و أن يبتعدوا عن مثل هذا التهديد و استعمال مثل هذا اللون من ألوان إرهاب الناس إذا لم تبعث هذه الرسالة سيحصل يموت لك أحد سيحترق بيتك ستتعرض لحادث هذا كله من الدجل و الشعبذة و من الكذب على الناس و لا شك بأن هذا النوع الذي يستعمل هذا الشيء في الغالب إلا لم يكن حقيقة يعني الأصل أنه يريد أن يروج لكذبة من الكذبات يريد أن يروج لبدع من البدع يريد أن يروج لمخالفة من المخالفات و لذلك ما رأى شيء يمكن أن ينشر هذه البدع أو هذه المخالفة أو هذا البلاء إلا مسألة إرهاب الناس إرهاب الناس يعني إذا ما أرسلت هذه سيحترق بيتك إذا ما أرسلت هذه سيموت لك قريب و هذا كله من الدجل فلذلك يعني نحن للأسف يا أختي كريمة نحن نسهم في مثل هذا النوع لماذا لو لما تأتينا رسالة و شفناها أرسلناها لمجموعات و إلا أرسلناها لأصدقاء و إلا كذا و تنتشر انتشار النار في الهشيم إذا شاركنا نحن في الإثم و لذلك خاصة إذا كانت الرسالة سيئة و رسالة فيها بدعة و فيها مخالفة أو فيها شيء يعني فيه إرجاء فيه إشاعة مثلا نشر الشائعات هذا كله من الأشياء المحرمة و في مسألة أخرى إخواني و أخوات والله إذا صححنا عقيدتنا و اعتنينا بجانب العقيدة و الإيمان و التوحيد والله يصبح عندنا مثل الميزان مثل المنخل تعرفون المنخل اللي يطلع الطيب و يخرج الرديع احتنوا بعقيدتكم و الله ما انتشرت هذه الأشياء إلا لما ضعفت العقيدة لما ضعفت العقيدة الإسلامية في قلوبنا و ما اعتنينا بدراستها و بتعلمها انتشرت البدع انتشرت الإلحاد انتشرت المخالفات انتشرت الجنون و الله انتشرت الجنون كيف؟ يعني تأتينا مقاطع أغرب من الخيال في أشياء طقوس تعمل و الناس يصدقونها الناس يصدقونها ما يصدقها إنسان عنده عقيدة راسخة و ثابتة و عنده إيمان قوي و عنده ارتباط بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا أبدا ما يمكن أن يصدق مثل هذا الكلام لذلك لما تنتشر مثل هذه المقاطع هذا يعكس صورة صورة ضعف العقيدة عند الناس تعلموا العقيدة يا أخواني تعلموا الإيمان تعلموا التوحيد ليس عيبا إبراهيم عليه السلام يقول رب جنبني و بني أن نعبدنا هو أبو الأنبياء الذي أمرنا الله عز وجل باتباع ملته و نحن في أذكار الصباح و أذكار المساء على ملة إبراهيم نقول على ملة إبراهيم و لذلك مهم جدا صح العقيدة حتى يعني نسلم ما يحتاج الإنسان يسأل لما تأتي مثل هذه القضايا يعني كيف الآن اللي عنده عقيدة صحيحة يتأتي رسالة والله أنشرها إلى 25 مثلا و إذا ما نشرتها سيصيبك كذا بمجرد خوف الإنسان من هذا التهديد و هذا الإرهاب اللي مرسل مع هذه الرسالة هذا يعكس على أنه هناك ضعف في العقيدة و الإيمان أما صاحب العقيدة اللي مؤسسة تأسيس قوي هذه على طول يجعلها في سلة المهملات يحذفها و يضحك منها فأخواني و أخوات صححوا العقيدة حتى تسلمون لأن لألا لو جلسنا نجاوب على كل رسالة تنشر انقضى الزمان و انتهى العمر و حنما خلصنا نحن ما انتهينا و لذلك اعتنوا بالعقيدة بارك الله فيكم